السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي الأعمال التي تحصل من خلالها على شفاعة النبي؟ بداية قول لا إله إلا الله خالصة من النفس قولا وفعلا ظهر في حديث الرسول لأبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت يا أبي هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدا أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث؟ أسعد الناس بشفاعتية يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه فبالتالي أيضا ذكر أمرا آخر عن هذا الموضوع وهو الصلاة على النبي فكثرة الصلاة على النبي تساعد على هذا الأمر وبإذن الله تتيسر جميع أمورك وتكون شفاعة النبي هي شفاعة رئيسية لجميع ذنوبك فبالتالي أتمنى لك حياة جميلة تنعم بها بالسخاء والرخاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر